كابتن طارق العشري بعد المباراة قال ان المباراة خلست في العشر دقائق الاولى بعد الاخطاء اللي عملها الهاني سليمان وقال ان وصعب ترجع قدام النادي الاهلي بسيناريو زي دوات في المباراة حاسمة زي دي تحدث كمان عن مستقبله مع السموحة وقال انتو عارفين اللوايح الجديدة اللي تمنع ان انا استقيل من نادي السموح عشان مش عارف اضرب فريق تاني وقال لو سموحة المشكلة في انا انا جاهز ان انا امشي في اي وقت ده يأتي يأتي في نفس التوقيت اللي رئيس نادي قال فيه رئيس نادي اسموحة قال فيه انه ممكن ياخد خطوات مهمة خلال الفترة القليلة القادمة وقال كمان اللي قاله قبل كده معنا هنا على الهاتف انه ما كانش عايز يتعايد مع زياد طارق عشان عنده لعبين شبه في مكانه وقال كمان انه ما كانش عايز يسيب خالد عبدالفتاح قال كمان ان حسام حسن بيحاول تعويض فترته الصعبة مع الاهلي خلال تواجده مع فريق السموح تحدث كمان عن محمود شبانة وقال ان عقد عارض محمود شبانة ينص على عودته الى الزمالك في يناير اذا اراد نادي الزمالك هذا ولكن بعد تواصلي مع رئيس نادي الزمالك وشرح له صعوبة المواقف وعدني بالتحدث مع فريرة واقناعه بترك اللاعب لنهاية الموسم ده الوضع في التصريحات ما بعد هذه الموجهة